السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة سنتكلم كنا بردو فيديو قصير عن الصدع النصفي النهاردة سنتكلم عن اعراض بتاعته والاسباب وحبا فيه حاضرة تانية وسيارة عن العلاج طيب الصدع النصفي اسبابه ايه اسبابه معروفة بالكامل انما هناك نظريات في تغيرات كيميائية تحصل تغيرات كيميائية تحصل فيه جزء من المخ اسمه جزع المخ اللي بيبقى فيه الانوية بتاعت العصب اللي بيغزي الراس بيدي الاحساس للراس اللي هو العصب التراجيميال او سلاسي التوائم يعني بيبقى فيه خلل في مادة السيروتونين مادة السيروتونين دي مادة بتساعد على الاحساس بالقلم التفاصيل دي مش مهمة انما طبعا سؤال شائع للعيان طب هو سببه ايه يعني سببه زي ما بنقول كده مش مفهوم قوي ليه انت جالك صدع النصفي يعني ممكن يبقى فيه حد في العيلة ممكن وممكن ما يبقىش فيه ممكن ما يبقىش فيه فالقصة دي يعني السبب زي ما بقول كده مش دائما بيبقى معروف انما هو الاكثر شيوعا كسبب او كتفسير للصدع النصفي هو التغير الكيميائي اللي ممكن يحصل في بعض اماكن من الماضي طيب الصدع بيبقى بيمر كذا مرحلة يعني احنا طبعا عندنا النوبة اللي هي الصدع نفسه طيب قبل النوبة ممكن يبقى فيه كده اورة قبلها على طول قبلها بثواني او بدقايق يبقى فيه اورة ويوم الصدع او اليوم القبليه ممكن يبقى فيه بادرة اعراض ممكن تحصل طبعا مش كل واحد عنده صدع نصفي بيمر بالمراحل دي انما فيه ناس حتى الصدع نصفي بيتقسم لصدع باورة وصدع مقدون ايه اورة انما ليه بنهتم بهذا الموضوع لانه اولا بيؤكد التشخيص ثانيا ممكن ان لو الواحد بيجي له اورة ممكن يستغد لهذا الموضوع انه ياخد العلاج بتاعه في وقت الايه الاورة كلما العلاج هو للنوبة نفسها طيب البادرة البادرة بتبقى قبل الصدع بيوم يومين العيان بيحس تغير في عاداته سواء كان الجهاز الهضمي او مزاجه حيث ان هو مدايق مكتئب عصبي عادات الغازائية بتاعته بيتغير شوية بيأكل كتير بتاع او العكس عطشان بيخش الهمان كتير وهكذا يعني طيب الاورة بقى الاورة ممكن تحصل مع الصدع ممكن تحصل قبله بشوية ممكن يحصل يعني الاورة في كذا نوع من انواع الاورة وبتعد عدة دقائق يعني تختلف من ما بين عشرين دقيقة لستين ايه دقيقة وعادة بتبتدي يعني بالتدريج مش فجأة بالتدريج يعني مثلا بمقن بفيه زواهر بصرية مثلا العيان يشوف كده انوار زي النيون بتروح في مجال ايه البصر ممكن يبقى عتمة يعني النظر ما يبقاش كويس يبقى رماضي يبقى فيه زي غشاوة او حاجة زي كده ممكن يبقى فيه تنميل العيان يحس بتنميل في ايد في رجلي او يتخد ممكن يحصل فيه برضو تنميل في الوش خدر في الوش ممكن صوبة في التحدث ممكن سماع كده طانين في الودن او صوت تلاكس او حاجات زي كده حاجات غريبة او حركات الايرادية انما اشهر القورات هي القورة البصرية وليها القورة الحسية وهو ده اللي احنا بنشوفه فعلا بشكل شاعع وزي ما اتفقنا مش كل عيان عنده صوت نصفي بيمر بها القصة دي طيب النوبة بقى نفسها صوداء بيقعد من اربعة ساعات لانتومة سبعين ساعة اا لو لم يخد يمر عيان لعليج لو خد عاليه طبعا ممكن ياخد اكثر من كدة ممكن عين ان يحصلله صوتاء نصفي مره بتبا جديد عالدsek واحد تاني حصلله مرتين اغرب مرتين في الاسبوع واحد تاني حصله مرة في الشهر واحد تاني حصلله مرة كذا شهر اللي يختلف من واحد تاني الصوتاء نصفي ممكن يبقى نصفي ممكن يبقى عن ناحيتين يعني بيبقى عن ناحيتين 40% تقريباً أو أقل، يكون ألم ينبض، يكون هناك حساسية للضوء، العيان أو الصداع يزيد مع الضوء، ويزيد مع الصوت، ويوجد هناك غفاية، يحساس أن العيان يريد أن يراجع، لكن دائماً كل أعراض هذه تبقى موجودة، يعني 2 من 4 دول يكفوا لأننا نقول أن العيان عنده صداع نصفي، ما بعد النوبل، العيان بيحس أنه مرهق ومستنفذ، يعني عايز يستريح، وحياناً بعد الصداع برضو، لو العيان حرق كده رأسه بيحس كده بألم كده وقتي، بس دي عراض الصداع النصفي، وإن شاء الله في مخاطرة تانية قصيرة، هنتكلم بقى عن العلاج بتاع الصداع النصفي، شكراً وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته